الغرض من التجارب هل كان الغرض من تجربة إبليس للمسيح سواء في البرية أو في النهاية امتحانه هل ممكن أن يسقط أم لا زي ما البعض بيقولوا لا ما لإيه لبرهنة من هذا الشخص فهذه التجارب أعلنت أمام كل العالم أن أول شخص أول إنسان تطأ قدمه هذا الأرض هذا الإنسان لم يغوى أمام ولم يسقط أمام سهام إبليس وأقدر أقولي أخي نزار أن في تاريخ البشرية وفي الكتاب هناك ثلاث أشخاص يتشابهوا في أمر تعرضوا للتجارب من هذا التجارب من هذا النوع آدم حواء المسيح يتشابه في إيه أنه ما جمل العالم بدون خطيئ فهذا محواء خلق بلا خطيئ في حالة براء والمسيح أولد بلا خطيئ أول اتنين ساقطوا المسيح لم يسقط وده بقى بيورينا تفرده وبيورينا أنه طبيعة كيانه أو زي ما حضرتك وقلت في الأول الأيدنتي تحت شخص المسيح الهوية يعني في رسالة يعقوب وهو يعني غير مجرب بالشرور نعم ولا يجرب أحدا أيوة ولكن كل واحد يجرب إذا جذبه يعني فيه إشي أيوة اللي بولوس بسميها الخطيئة الساكنة فيها أي فيه جسد يعني فيه طبيعة اللي هي تورثناها عن آدم نعم اللي هو المسيح لم يتورثها لأنه ولد من عذراء بالزبت كده يعني حبل بيه من الروح القدس وهذا بميز شخصية يسوع يعني على كلامك أنه فعلا التجارب اللي كانت تيجي من الخارج لأنه التجارب الشر يجرب إذا خدعه من شهوته تمام وبيستسلم للتجربة وبيشقط وبيفشل في هذه التجربة يعني فيه إحدى الترجمات الإنجليزية أنا أذكر أنه كلمة إنجذبه وانخدعه جيه جيه يعني فيرب وأنا برضو هترجمه أو حضرتك طبع الترجم تو بي انتايست فروم إيفل يعني كأنه اندحك عليه غرر به لورد في اللي يعني زي الطعم اللي في الكلابة يعني الطعم حتى اللي في الصنارة الضبط نعم